موسيقى خذها قاعدة اصمد فالخلود في الأفق الحديث عن موضوع الخلود أو الأمر هو ممنوع وتبو في معظم الفكر الديني سواء كان هذا الفكر الديني مسيحي أو يهودي أو مسلم أو شنتو أو بودي أو هندوسي تقريبا كل الأديان شبه تحرم الحديث عن هذه المسألة ترى في خلود للروح لكنها لا ترى مسألتين سأتحدث عنهم فالحديث في هذه المسألة لا يناقش وبالتالي هو فقط تملكه حفنة من البشر هذا النقاش عند حفنة من البشر نفرض مثلا لو كانوا مكتشفين الخلود أنت ما راح تعرف مستحيل لأن في الحقيقة أنت ممنوع من الحديث عنه أو نقاشه وانت قافل هذه المسألة في مخك فبالتالي لن تناقشها أصلا هي مسألة غير معقولة بتاتا فبالتالي لن تراها نحن فقط نرى ما نؤمن به نسمع ما نؤمن به نحس بما نؤمن به فقط نحن لا نستطيع أن نرى أو نسمع أو نحس ما لا نؤمن به طب إذا كان عندنا شك فالشك هو نصف الإيمان يعني عندنا إيمان به لكن لو كان عندي يقين أن هذا الشيء لا يحصل هو لن يحصل بتاتا لو كان عندي يقين ولو كان عندي يقين بأن هذا الشيء يحصل وفعلا اليقين مش مسألة لفظية المسألة اليقين هي مسألة حسية فهو يحدث غالب الدراسات اليوم التي تتحدث عن الامورتالتي أو الخلود تقول لو صمت 25 سنة القادمة يعني في سنة 2045 ففي الغالب سيعيش معظم البشر إلى ألف سنة هذه الدراسات في موضوع الامورتالتي لم تعد تبوه لم تعد حاجة ممنوعة لا هو الآن جامعة يونيفرسي برينستن يونيفرسي في كاليفورنيا يونيفرسي في بوستن يونيفرسي في لندن هذه من ضمن الجامعات التي تدرس هذا التخصص هناك آلاف من البحوث العلمية التي ذكرت في مجلات علمية في هذا الموضوع مش بالضرورة قاعد تشيري لأنه في خلود أو ممكن لكنها تدرس هذه المسألة هناك مختبرات في العالم وشركات ومؤسسات تعمل على هذا الجانب جوجل بيبال أمازون دخلوا بمليارات الدولارات في الاستثمار في الدراسات في هذا الموضوع فلذلك إذا كان تخصصك في هذا الموضوع فتحصيل وظيفة في هذا الموضوع أصبح غني وأصبح ممكن تحصيله ويدفع له مبالغ عالية بس هذا يحتاج التخصص من ضمن هذه المختبرات مختبرات البروفيسور أوبري دي غريه مختبرات ومراكز ري كورزول اللي تبنتها جوجل وأصبح مستشار في جوجل زميلنا اللي أشرت له في تويتر أكثر من مرة ديفيد سينكلير اللي هو أصلا عنده مختبر في جامعة هارفورد وعشرات الشركات التي تدرس في هذا الجانب خنوة ضحة في ثلاثة أقسام تتحدث في هذا الموضوع قسم الأول يقول بأن الروح خالدة إيش موضوع الروح؟ هذه مسألة في الحقيقة محيرة من ذلك أنت تلاحظني في كثير من أدبياتي وفي حواراتي ما أستخدم لفظ الروح قدر المستطاع لأن الروح لها مفهوم ديني ومو مشروح يعني ما هو واضح بالنسبة لذلك ما في حاجة في العلم اسمها روح ما تدرس العلوم لا تقر بمسألة الروح لا يوجد علم تجريبي يقر في هذه المسألة هناك دراسات تشير وتتحدث بشكل عام عن وجود معنى لكنها لا يقر بذلك علميا لا في الطب ولا في العلم النفس ولا في أي تخصص قريب من ذلك كل العلوم خالها في بالك هي علوم علمانية فالطبيب يدرس على الطريقة العلمانية المهندس يدرس على الطريقة العلمانية الباحث النفس يدرس على الطريقة العلمانية الإدارة التجارة التخصصات الأخرى كلها تدرس على الطريقة العلمانية الطريقة العلمانية يعني أنها تفصل المعتقدات الدينية عن الدراسة فما في كتاب مثلا في الطب يقول بمشيئة الله أو يقول مثلا بأن القرآن يقول ذلك لا توجد كتب علمية تقول هذا الكلام لا تقر لا بإنجيل ولا بقرآن ولا بتوراه هي تقر بخيارات الناس في ذلك مصطلح الروح لما ننظره بالعمق ما نجد له أساس علمي هو معتقد ديني هذا مش معناه أنه مش مصدر لأن الدين قد يكون مصدر المصادر المعرفة لكنه ليس مصدر علمي من كده يحصل خلط كثير تلاحظ بعض الناس خاصة في حواراتنا ونقاشاتنا يخلطون بين جانب مرة يناقشك علمي تناقشه علمي يناقشك ديني تناقشه ديني يناقشك علمي فهم في الحقيقة لا دينيين ولا علميين ولا هم فاهمين مصدر المعرفة وإذا تبعنا عندي حلقة كاملة تحدث فيها عن مصادر المعرفة أن مصادر المعرفة أصبحت الآن أكثر من 11 مصدر لكن غالب الناس يتلقاها من مصدرين فقط أما المصدر الديني الذي تغلقاه من المعتقدات الدينية اللي في الغالبها مش موجود بالضرورة في الكتب المقدسة والمصدر الآخر هو المصدر البحث العلمي واللي هو أصلا مبني على الشكوك ولا يبنى على أشياء يقينية يعني عكس تماما الأول الذي يبنى على يقين ولا يبنى على الشك فعندنا جانب القسم الأول هو خلود الروح يعتقد فيه وذلك المسلمين والمسيحيين واليهود يعتقدون بخلود الروح حتى البوذيين يعتقدون بهذا الاعتقاد غير أنهم يعتقدونها تحل يعني تأتي بمراحل مختلفة وتعيد الحياة مرة أخرى لكنها كروح خالدة نفس الاعتقاد عند الهندوس هذا سبب رضاهم بأنهم يكونون في طبقة معينة ويستمرون في هذه الطبقة أن في الهندوسية أربع طبقات طبقة البرامة الأعلى وطبقة الكاست الأنزل يعني فغالب الناس هم من الكاست يعني الطبقة الكادحة والمنبوذة كذا ويقبلون يقبلون لأنهم مؤمنين بأنهم قاعدين يدفعون كارمة من حياة سابقة وهم سيتطورون ربما في الحيواتات القادمة يصبحون أفضل بس كلهم كل المعتقدات الدينية تعتقد بخلود الروح وهذا في الحقيقة مطمئن نوعا ما لأنك لا تريد أن تعتقد بأن حياتك هذه السدة ليس لها معنى الفكر الوحيد الذي لا يعتقد بخلود الروح أو حتى وجود الروح هو الفكر الإلحادي والذي لا يعتقد بروح ولا بوجود روح وبأن الحياة مستمرة بيولوجيا وأنت تنتهي بفكرك ووعيك وروحك وبعد ذلك تنشأ حياة أخرى فهذا نقيض كل فكرة الأديان الأخرى لكن يختلفون ويتفقون معا في النقطتين التاليتين فالأولى قضية الروح وهناك من يعتقد بخلود الروح وهناك من لا يعتقد بوجود روح أصلا السكشن الثانية أو الفئة الثانية هي التي تؤمن بإمكانية خلود المادي يعني أننا على وشك أن نكتشف خلود مادي يعني الجسم بنفسه يكون خالد وستخرج علوم وفنون حديثة يسمها health engineering في تخصصات المورتالي لأن اكتشفنا أنه في الحقيقة كنا نعتقد بأنه ما في شيء خالد في الحياة بعدين بدأنا نكتشف أنه في أشياء خالدة مثلا جرفش جرفش هذا المخلوق الرقيق جدا يعيش مئات آلاف السنوات تنافقية ما نعلم لأنه هناك جرفش يمكن يكون صار لمئات آلاف من السنوات بل هناك معتقد بأنه هو ما يموت يعني موتة طبيعية لازم تخصف فيه أو شيء كذا حتى تنهيه لكنه لا يموت موتة طبيعية يعني ما يشيخ ثم يموت يجدد خلاياه باستمرار وذلك هم يدرسونها الآن بدراسة عميقة يكتشفون إيش اللقع يسوي هو في خلاياه لإنشاءها الخلايا المتجددة هل هو تبنى هذه الفكرة بوعية يعني بحيث أنه ما يشيخ مثل ما الناس اليوم هم يشيخون ويكبرون ويموتون لأنهم يشوفون غيرهم يشيخون يكبرون يموتون هذه مقولة العالم شانكر واحد العلماء الهنود يقول الناس يمرضون ويموتون لأنهم يشوفون غيرهم يمرضون ويموتون الفكرة تبنوها أصبحت وعي متكرر فالهيلث انجينيرينغ هذا اللي هو القادم كتخصص داخل أمر ثالتي هو يدرس قضية الخلود المادي هناك من يعتقد أن هذا ممكن هناك مختبرات تشتغل على هذا الموضوع أنا ذكرت بأن أمازون باي بال و جوجل دخلوا بمليارات الآن الدولارات تدعم البحوث في قضية الخلود المادي النوع الثاني هو خلود الدياتا البيانات خلود الوعي اللي نسميه اليوم ديجيتل امورتالتي يعني أن احنا نستطيع أن نعمل داونلود لبيانات شخص بالكامل من مخة مفاهيمه أفكاره مشاعره أحاسيسه كل ما هو موجود في مخة نعمل له داونلود ثم بعد ذلك نجيب سيروغيت أو حاضن أو نجيب روبوت مثلاً ونضع هذه المعلومات أبلود هذه المعلومات والبيانات والداتا إلى هذا الروبوت أو هذا السيروغيت اللي يكون شكله مثل الإنسان ونحط كل البيانات فيصبح هو خالد كديجيتل يعني هو معلوماته بياناته خالدة جسمه يتغير لكن خالد وهي في الحقيقة أكثر تشويقاً في البحث لكثير من الناس أنا أقول لك أوكي مو إلا أستمر في جسدي بس وعي يستمر بل بالعكس بصراحة فرصة أنك أنت تغير يعني أنت تكون مثلاً ميل وتصير فيه ميل وتصير فيه ميل وتروح تصير ميل وبعدين تصير أنت بجنسية فلانية تصير جنسية أخرى تخير شكلك تصير حلو تصير مشش كتير حلو تصير قوي تصير ضعيف فأنت الخيارات عندك تأخذ سيروغيت أو تأخذ روبوت وأنت تضع هذه البيانات فيه وتختلق حياة جديدة بالنسبة لك هذا الآن تخصص من التخصصات وفيه بروجكت مشاريع قاعدة تعمل في هذا الجانب وناس تشتغل على موضوع سيروغيت وناس تشتغل على موضوع الروبوت وناس تشتغل على الديجيتال امورتاليتي وناس قاعدة تشتغل على الفيزيكل امورتاليتي هذه من الفنون والعلوم التي الآن بدت تأخذ مجال أوسع وقاعدة تدفع فيها مليارات الدولارات هذا تخصص من التخصصات القوية جداً وخذها قاعدة أصمد في الخلود وفي الأفق اشتركوا في القناة